اهلا بحضراتكم من جديد نروح بقى الاخبار منتخبنا الوطني المنتخب الولمبي بقيادة الكابتن شاوي غريب اللي بنتمنى له كل التوفيق خلال الفترة القادمة الكابتن شاوي غريب جمع اول معسكر للمنتخب الولمبي بعد متابعته لدوري خلال الفترة السابقة المعسكر الاول هيكون من لعيبة الدور الممتاز سواء لعيبة اساسية او احتياطية من يوم 8 او ل13 بعد كده هيكون في معسكر تاني من 13 ل16 قيمة المنتخب الولمبي طبعا مليئة بالنجوم من الدوري الممتاز زي ما احنا شايفين دلوقتي دي قيمة منتخب مصر الولمبي دي البداية ان شاء الله يكون فيه قيمة تانية من يوم 13 ليوم 16 ايضا كمان لعيبة النادي الاهلي المنضمة للمنتخب الولمبي ما شاء الله عندنا ست لاعبين من النادي الاهلي لما بنتكلم على فريق فريق 2001 زي ما احنا شايفين عندنا حمزة علاء حارس مارما فريق النادي الاهلي محمد المغربي ده مدافع من المدافعين الواعدين الصعيدين محمد اشرف الباكليفت احمد نبيل كوكا بيتمرن بقاله فترة مع الفريق الاول ولعب كمان مباركة رسمية بلعب باكليفت وكمان بسط ملعب مدافع ايضا كمان ولدنا اللي في العارة عربي بدر لعب الاهلي المعار لفيوتشر وشادي ردوان اللي بنتمنى له كل التوفيق السنادي في الدور المنتاز المعار للبنك الاهلي طول لعبي النادي الاهلي المضمين للمنتخب الولمبي كابتن شاوي غريب قال كمان ان هيكون كابتن المنتخب هيكون ابراهيم عادل كابتن المنتخب خلال الفترة القادمة بعده عربي بدر بعده احمد عيد لعب الزمالك المعار الى نادي الاسماعيل ده المنتخبنا الولمبي